أنا عايز أرجع مع حضرتك لأننا فتحنا كده سؤال ولازم نجاوبه فكرة خط الالتزام في حياة فاروق فلاوكس يعني كنا نتكلم عن العمل في تقديم السكتشات المصرحية مع الفنان سامير غانم والفنان جورج سيدهم كنا نتكلم عن التزام مصرحي أثناء الدراسة والتزامك كمان بمهنة الهندسة أثناء احتراف التمثيل خط الالتزام في حياة حضرتك وإيه ترتيب الأولويات في حياة فاروق فلاوكس طول الوقت شوفي حضرتك أنا ربنا أداني الخضرة لأنني المتعرض لأي مسؤولية لازم أعملها كما ينبغي من غير مناقشة يعني أنا مهنس هبروح شهر الصبح هركب قطر الساعة 4-3 عشان روح اسكندرية عشان أعمل عرض وكان بالذات منهم سيدة الجميلة فقبل ما أروح أروح بعد حكم القطر يعني فاشوف البلاتفورم اللي بيصلى عليها الرجل حارس بتاع المصرح أنا عليها شوية وبعدين أعمل عرض بتاعي وبعدين أخرج أروح عند المطعم بتاع اللبان أكل سندوش وكده وأروح لأطر أركب أطر الصحفة عشان أنزل تاني وبترجع قدر في محطة مصر ومن محطة مصر أروح للشركة بتاعتي اللي كانت في نصف البلد أبقى أول واحد داخد خدي بالك ده على المدار أيام هذا الالتزام ده يعني ده مسئولية طبعا وبعدين في أيام على الفكرة كان بتبقى صعبة جدا أنا عندي أنا كنت مازك المشروعات آه فعندي مشروع في أسوان آه وأنا بعمل مصرح بالليل فبقض طهر الصبح الساعة 7 أنزل في مطار أسوان يجي ياخدوني بين العربية نروح على الملوكيشن في الشغل مش ممكن أنا عشان كده بقولي حزيتك إزاي يعني قعدت سنين عمرك بهذا يعني بالالتزام بين الاتنين ما هو ما عرفش دي عظمة طيب طيب وحكاية وكنت بترجع من أسوان بالتيارة الصبح هرجع بقى من أسوان واقف في مطار أسوان ونستاني الطائرة اللي جاي من أبو سيمبل ياتيجي يتيجي متأخرة يا مجيش خبقا في كده على عصابي عشان عندي ومسرح عندي لازم حنزل من المطار ده على مطار القاهرة أركب من مطار قاهرة هروح المسرح أقدم العرض مش ممكن ده شقة كنتوا اتخذوا كم في المسرحين في العرض يعني لا كنا بناخد السهر مرتبتنا مرتب يعني أنا في سيرة جميلة كنت وصلت لمرتب كويس كان 25 جنيه في السهر وده وقتها طبعا ده رقم كويس أول وكان بدل السفر بتاعه لما روح اسكندرية 75 قرش في الليلة يعني أقصد بس أل حضرتك ليه يعني أقصد الفن كان جايب همه ما كانش لا ما كانش جايب همه برضو لا لا أو على الأقل بالنسبة لي تعالي بقى شغلي بياخ بأخذ مرتب وأنا لا أنكرك يعني حاليا دلوقتي المهندسين كانوا بيقباضوا كويس أو زمان زمان كويس كان اش كده اهتمام الدولة بهم كانت مهمة جدا عبد النصر كان مهتم بهم لأنما كان عايز يعمل السادة العالي وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا فكلفنا